هل تعرفون أنت من الزوجة مرة واحدة؟ نعم لكن لا يعرفون أنه الكثير من خطوبات الكثير من رادواني و نجوم همين نعم رادواني هواية فنانين و شعراء و رياضيين هواية هواية لكن بدون ذكر أسامي لكن سأقول لك للناس أنه فنان من الفنانين اللي إتي سويتوا إياهم ديو رادواني نعم قبل ما يزوج و رفضتي و قبل ما أنا أزوج رفضت شعور اتجاه أخوي و ورابا الزوج همين يا رادواني بس شعور اتجاه أخوي ما أقدر أظلم إذا ما يدلي قروبين أسوى نحن أسوى دائما هذا عمرنا كل الفن كل قضينا أسوى و إياهم فما قدرت أنت مثل أخوي عذرني أنا أحبك وأقدرك وأحترمك و من أشوف أبوسة من قصة من شتفة من رأسة أخوي مثل أخوي هو مقدر هذا الشي حبك مصدق هو إيه ظهر حبني أكو غير أحبوش مو عيب أبدا طبعا راح يشوفون بالصور مع التقرير ست أديبة موهي شايفي جتي و شابة بس راح يشوفون صورة جتي و شابة يصدقوا يقال كنت حلوة يقال جدا كنت حلوة جدا في دول عيونك الحلوة خاوة يالله حسن الختام لا 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 بعد أمر طويل إن شاء الله من بعد غير يعني تايمة وبيت وعشقوش أنا هواية 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 فنانين و رياضيين و رياضيين بدون ذكر أسامي لا 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 و الشعراء هواية هواية بصراحة لأنه يقال كنت حلوة و حلم كل شاب حلوة كانوا يسموني سعاد حسن العراق يعني سعاد حسن الحقيقية بمصر يقولون أديبة بالعراق مثل سعاد حسن بشرتها و دمها مو البشرة الحنطاوية هاي السمر على الحنطاوية زل أكو مرة لا صارت خطوبة بينك و بيننا زميل إليتي بفرقة الإنشاد زميل فرقة الإنشاد و خطوبتش بنص الفرقة و رمانسية نعم صارت خطوبة فقط قبل الزواج لماذا فسحتي الخطوبة؟ رادني أبطل لو دريم بطلة ليش ما بطلت يا ديبة غير لو دريم بطلة متزوجت ليه حبيتي أنت؟ يعني اقتنعت باي زميلويا اقتنعت بي مو مثل الزميل اللي قتلك علي يعني ذاك أكثر علاقتي بي أخوية و وطيدة لا بس كحب منه حبيتي بس أبو رامي بصراحة زوجي اللي توفى الوحيد بصراحة الوحيد بس هذا ردت أنا أقول لك قلت ويايا بالفرقة واني ويا بالفرقة وراح نروح وني جي سوى للفرقة زين يعني نروح وني جي عبالي ويا هو قلي بطلي قلت له لعداني أصارحك واني محبيتك أصلا مو ذاك الحب اللي من اللي خليش تعتقد من أجلك أبطل نعم الطيب